هما هما لكن من الوارد جدا لان انت مش بتلعب كرة لوحدك فبالتالي مش هتكسب كل المطشاط من الوارد جدا انك تتعصر بس ازاي تقدر تستفاد من هذا التعصر احنا خدنا درس ممتاز وتحية كبيرة للفريق سانداونز اللي عمل مباراة كبيرة واحنا بصراحة روحنا كتير بالمناسبة برضو ده ما يقللش من الاهلي عمل مطش كويس مش بقول حل وقوي لا مطش كويس بس ما كانش فيه توفيق انت عندك خمس فرص تقريبا محققة خمس فرص محققة لو جبت فيهم جون واحد بس خلاص فكان فيه عدم توفيق واضح جدا في كل الهجمات بالنسبة النادي لها عندك كورتين بيرسيتون كورتين تقريبا مجدي افشا كورة حسام حسن فضيعة جون مفروض جون حمدي فتحي في اول مطش ادي سادس كورة في الشروط الاول تحديدا يعني اللي بيدماغه العرضية الركنية اللي عملها اعتقد معلول فحطها بيدماغه بس جات ضعيفة خرجت برا ففرص كلها محققة كانت كفيلة من اي فرصة فيهم انك تكسبك التلات نقط فبالتالي لازم نحط كل حاجة في مكانها الصحيح اللي عجبني اوي بمناسبة بقى الصورة اللي احنا شايفينها بتاعت جمهور النادي الاهلي الواعي اللي بصراحة يا بغت الاهلي بيه ان مطش خلص من هنا واللي قعد شوية كده متنح زي حالاتي متدايق بعد المطش اللي هو مش مصدق ان احنا خسرنا بصراحة من برحة ما ام كنتش مصدق من الايام القليلة جدا اللي بقلي فترة ما بنامش متدايق كده مش عشان احنا خسرنا بطولة احنا مخسرناش بطولة بس عشان ما كنتش متخيل ان احنا ممكن نخسر وده درس لنا يعني ده درس لنا ان احنا ممكن نخسر يا جماعة بس احنا بنعمل كل اللي علينا في اخطاء فنية وارد جدا مفيش مدرب ما بيغلطش خالص يعني بس مش معنى انه ممكن يكون مدرب غلط او مثلا قدر قدر افقاره او تغييراته بشكل خاطئ شوية او ما كانش موفق فيها ان هو مدرب وحش اطلاقا مسلماني خارج التقييم خارج التقييم خارج التقييم تاني تالت لكن في نفس الوقت لازم ناخد بالنا من الحاجات اللي زي دي جمهور الاهلي بقى عشان الجزائي دي حلوة المطش خلص فانا قعدت كده ما بشوف مش مصدق فلقيت جمهور الاهلي بيقولك ايه العب او معلش معلش العب ما همكش معلش معلش العب ما همكش والاهلي خسران على ملعبه اول مرة من 2016 في افريقيا يخسر في ملعبه فده اندالي يدل على ايه على الوعي الكبير قوي عند جمهور النادي الاهلي اللي عارف ايه اللي عارف انه فيه رجالة في الفرقة حلو وفيه جهاز فني مميز خلي بالك جمهور الاهلي لما بيلاقي الدنيا بايزة فلمتبق شي انتهت فاته فى فترات مثلا التي هي بتبقى قليلة ونادرة في tина Settings فى افريقيا فى النادي الاهلي اللي بيبقى الفرقة واقع فيه لا Et stellen بيبقى فيه تفات تانية وبنارات تانية وحاجات تانية بس جمهوري الأهلي مبارح عشان عارف إن الأبطال دول والرجال دول حققوا كتير ولسه قدامهم كتير وعارفين إن الجهاز الفني ده مميز ولسه قدامه مشوار طويل مع الفرقة وعارفين الأهلي مخرجش من أفريقيا فقال لك إيه معلش معلش إلع مهمكش هو ده الوعي المطلوب وهو ده الدرس المستفاد فبالتالي جمهوري الأهلي زعلان زعلان حقه يزعل طبعا حقه يزعل بس هو زعل جمهوري النادي الأهلي ده أكبر دافع وأنا عارف أنا بقول له حرارتكم إيه كويس أكبر دافع عند اللاعبين إن هما يقدروا يفرحوا الجمهور تاني اللي تعود على الفرح وهي دي ضريبة كل واحد موجود جوا النادي الأهلي. أنت شغلتك إيه تفرح الجمهور ده. أنت شغلتك إيه أنت تموت نفسك في الملعب عشان إحنا بنصق فيك عشان تلاقيك كبير قوي. فبالتالي تستحق إن إنت تتواجد في الكهان ده. فبالتالي إحنا بننتظر منك دايما المزيد وننتظر منك إن إحنا نفرح وإننا مبسوطين.